معنا من اسطنبول مراسل سكاينيوز عربية مهران عيسى المزيد من التطورات حول هذه القضية المتفاعلة في أنقرة نعم فضيلة وفق آخر تحديث وصلني قبل قليل بلغ عدد الضباط المتقاعدين الذين تم اعتقالهم تسعين واحدا حتى هذه اللحظة ويبدو أن عملية الاعتقالات مستمرة حتى يتم اعتقال جميع الضباط الذين وقعوا على البيان الذي انتقد مشروع قناة اسطنبول المائية التي يصر على إنشاءها الرئيس أردوغان وكذلك طالبوا بعدم الاقتراب والمساس بالاتفاقية التي تنظم عمل المضائق التي تطل عليها تركيا إضافة إلى ذلك أيضا بلغني قبل قليل بأنه تم تجريد هؤلاء الضباط من حق السكن والحماية طبعا هذا الموضوع أو هذا البيان أثار جدلا كبيرا حيث أن الحزب الحاكم وأنصاره يقولون بأنه يحاول استعادة زمن الانقلابات العسكرية ويشجع على الانقلابات بينما المعارضة تقول بأن هذا بيان تافه وأن الحزب الحاكم استغله لكي يظهر نفسه مظلوما وبناء عليه سوف تكون هناك تحركات للحزب الحاكم من أجل استعادة شعبيته المفقودة مؤخرا في الشارع التركي ولازلنا طبعا فضيلا نتابع كل التطورات المتعلقة بهذا الأمر والرئيس أردوغان سوف يكون له مساء اليوم خطاب من المؤكد أنه سوف يعلق على هذا الموضوع شكرا مهران عيسى مراسل سكانيوز عربية في اسطنبول